موسيقى مساء الخير بعد مكلف المجلس العسكري الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني ظهر تحركات ونتائج وردود أفعال كبيرة عن الموضوع ده يمكن أهمها اللي حصل النهاردة الصبح وقدام مجلس الوزراء واللي راح ضحيته شاب من اللي أعلنوا اعتصامهم اعتراضا عن تكليف الجنزوري وكمان صور التحرير مبارح أعلنوا عن تشكيل حكومة واختاروا البردعي رئيس ليها هليكم معنا هنعرف ردود الأفعال وهنتابع تفاصيل الموضوع له لحظة بلحظة موسيقى معنا دلوقتي أحد المعتصمين قدام مجلس الوزراء سائل خير أنا عايزة أسأل حضرتك إيه رأيك في تكليف الدكتور الجنزوري بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني بصراحة أنا مش عارف المجلس العسكري متعمد إن هو يدي ضد الناس الناس الوقت مع احترامي للشخصية الجنزوري كان راير محترم وكل حاجة بس الجنزوري بيتكلم في حاجتين سن وتاني حاجة حضرتك إن هو خدم قبل كده ما ظهرش حاجة هو بقول إن أنا كنت يعني الصلاحيات لما جيت اعتراضت على حاجات شالوني طب ما أنت حاطرتك خدمت 20 سنة مع النظام من محافظ لوزير للرئيس وزارة وكان من ضمن مساوء الجنزوري تشكى تشكى دات لو هي كانت مشت صح كنا إحنا لوقتي محتاجناش أي حاجة كانت مصر من ضمن أهم دول العالم في انتهي الأمح فالجنزوري يعني الوقت المجلس العسكري يتعمد يدي بالحاجة لضد الناس يعني الناس اقترحوا اقترحوا معترض على البردعي فيه غير البردعي فيه ثلاثة أربعة وأساسا المجلس العسكري يظهر نواياه للناس لأنه هو أساسا لما عمل الاستفتاء بتاع 19 مارس قال إن ست شهور فقط لغير وأنا هسلم السلطة لحكومة مدنية إحنا ست شهور حد نهاردة قديه وما حصلش انتخلت مجلس الشعب طيب ليه بتقول إن المجلس العسكري بيتعمد بيجيب ناس مختلفة عن الميدان بيطلبهم مع إن الدكتور عصام شرف كان بيختيارك وكان واخد شرعيته من الميدان الدكتور عصام شرف ما احترامي للشخصيته إن الدكتور عصام شرف قال إن أنا لو ما نفستش الحاجات اللي أنا جيت بيها من الميدان هرجع الميدان لأسف ما هو حضرتك إحنا كنا مختلقين خير في الدكتور عصام إن الدكتور عصام ما حصلش حاجة الدكتور عصام للأسف الشريط ما احترامي للشخصيته كان برضو من ضمن الناس اللي هم كانوا في لجنة السياسات وكانوا في الحكومات القبل كده ما عملش حاجة بس إحنا استبشرنا والناس اللي في الميدان نستبشره خير به اللي هو لما نزل للميدان بس ما ديرش يعمل حاجة يعني للأسف الدكتور العصام مطل عملية وقال عليه كل وسائل العلامة انه هو يعتبر سكرتير للمجلس العسكري احنا ما بنجرحش في المجلس العسكري المجلس العسكري لازم بقى فيه فصل بين المجلس العسكري والجيش الجيش ده هو كل حاجة في البلد واحنا من غير الجيش بس المجلس العسكري ليه احنا مش عاوزين نطبق تجربة تونس تونس ما حاضرتك حصل الموضوع زي اللي حصل عندنا وما مساكش الجيش المجلس الحكم مساكها واحد مدني وحصل الانتخابات وبعد كده الجيش ما مساكش حاجة الجيش روح لسكناته واحنا نشكر الجيش على كل حاجة عشان ننقذ البلد البلد المهاردة عمليه ناخد من احتياطي كل البلد وقفة المصانع وقفة والسياحة وقفة وكل شيء وقف في البلد فاحنا كده ده تعمد من المجلس العسكري زي ما بتقال في الشارع المجلس العسكري مش عاوز يسلم السلطة لان لو سلم السلطة لحكومة مدنية او رئيس منتخب او رئيس مدني الرئيس المدني الاول واحد حيديه بالمجلس العسكري المجلس العسكري مين اللي حطه مو اللي حطه الرئيس حسن مبارك طيب وبعد البيان الاخير اللي قال مشير تنتوي هو قال انه كانت مطالب السوار اول ما نزله قالت حكومة شرف وتحديد جدول زمني لتسليم السلطة ده اللي تقريبا المشير تلع قاله في البيان ايه رأي حضرتك برضو للأسف الشديد البيانات متأخرة كان مفروض من يوم السبت اللي فات بعد ما حصل اقتحام الجماعة المصابين الثورة اللي ما خلوش اي حاجة حتى الان بقى انه تنتوي برضو شرف شرف من اول ماسك قال اهم حاجة هنحقق الناس بتوع المصاب الثورة هنعالجهم ونعمل لهم ما حصلش حاجة فالمجلس العسكري اللي ولع الدنيا المجلس العسكري كان قادر من يوم السبت بالليل يطلع ببيان اعتذار والبنعتذر عن الشهداء اللي حصل المجلس العسكري ده النه نايم حضرتك لعند يوم الثلاث زي ما حصل برضو قبل كده ان الحكومة ده نايم حصن برضو ده نايم لعند بعدها بعشر تيام المجلس العسكري اللي كان نطلع من الناس اليوم احنا اسفين واحنا اسفين للشهداء وهنعمل كذا وكذا 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 اسمعنا المجلس العسكري ما عملش إيه لما قاله مليونية كذا مليونية كذا مليونية كذا البط بتاع القرار في مجلس عشكري طيب وحضرتك اطلعت على الحكومة اللي شكلها صور التحرير مبارح واللي اختاروا البراد عليها رئيس حضرتك انا اطلعت عليها وكنت في الميدان مبارح الحكومة وقد يكون فيه اعتراض على شخصية مثلا الدكتور البرادعي فيه دكتور عامل أفتوح برغم ان هو طالع من عباية الاخوان بس رجل معتدل معتدل وفيه اجماع عليه في الشارع المصري رجل معتدل وحنا بنقول عامل أفتوح مشاهدان على طول فترة حكومة انقاذ لدارة ازمة لمدة مثلا شهرين ثلاثة لما يتم تسليم السلطة وانتخمد للشعب وانتخمد للشورى والمحليات ومشرط عامل أفتوح لو عرضوا عليه امسك حكومة الانقاذ وما ترشحش الرئاسة هيقول ماشي لان اي واحد في الناس اللي لقل الرئاسة لمصلحة البلد مش لمصالح شخصية هيقول ماشي انا ما تخشش الرئاسة هم خايفين ان اللهي دي يمسك حكومة الانقاذ ممكن هو يعمل لمصلحته عشان ياخد نازية ان هو يترشح الرئاسة لا ممكن اي واحد لو قاعد معاه يقول لك انا متنازل ان اترشح الرئاسة بس البلد تقوم امسك حكومة الانقاذ شهرين ثلاثة وسلم السلطة لحكومة مدنية مختارها الشعب بدون تيارات سياسية احزاب على فكرة الثورة قاموا بيها الا في التحرير كل القوى السياسية الا هي بتدحي ان هي لها سبب الثورة لا الشباب اللي في التحرير المحترام لجميع الكيانات السياسية ان كانت احزاب ولا قوى سياسية اخوان ولا غير اخوان ولا سلافيين ولا احزاب وفد ولا اي احزاب الشباب اللي قام بيها هم كلهم ما طلعوش على الثورة الى لما الثورة نجحت لانهما لو كانوا طلعو قبل الثورة ما تنجح كانوا تعلقوا في ميدان التحرير مبارح كان فيه عدد كبير اوي في مدان العباسية كان بيطالب بقاء المجلس العسكري يعني كانت مطالبه يعني مختلفة عن الميدان ايه رأي حضرتك في ده والله حضرتك هم حرين الناس اللي في العباسية دول كلهم عاوزين مصلحة مصر بس هم يعني عملوا القصة ان زي نظام موقعة الجمل ان حزب الوطن يجيش جيوشه من المحاوزات ويحصل كان كده انما الناس اللي في العباسية برضو لهم طالب ان الدولة تقوم وبأييلوا المجلس العسكري على عين رأسنا احنا نقطة خلاف المجلس العسكري ان المجلس العسكري مط الموضية مط الاوقات انما هو لو كان من ساعة الانتخاب بتاع الدستور 19 مارس ونفذ كلامه 6 شهور ما كانش حصل كده ولا حد طب ما احنا في الاول اللي حماس ثورة هو المجلس العسكري ما اعترضناش والجيش هو الاول وكنا بنقول الشعب والجيش ايه لوحدة النهاردة لما بيحصل الحاجات بأي زن قتل الشاب اللي النهاردة بأي زن هو صدر من الحربية ومات ولا ايه ولا ناس التانية لا ديه بس هما قلوا انه ده ما كانش عن تعمد يعني هو مات حاد ساعة طب يعني ولا برضو ولا راحوا برضو ولا انضربوا قبل كده برضو ما كانش عن تعمد حضرتك انت بنزل ميدان التحليل شوفي القنابل اللي موجودة والحاجات اللي موجودة ميت ان يوسي بأي طريقة ان احنا يعني ان احنا ان وقت نقف ان الشعب يموت نفسه ما هو العسكري والزابط كلهم اخوات وكلهم قريب يعني مش عارف انا مش عارف طب وحضرتك مع تأجيل الانتخابات الجاية ولا ان هي تتم في معدها حضرتك احنا كلنا عاوزين انتخابات وكلنا عاوزين البالة تتصلح بس بالله عليك اي انتخابات تحصل في الوضع الامن ده مثلا القاهرة من ضمن المحافظات المرحلة اولى دايرة قصر نيل ازاي يحصل فيها انتخابات ونيدان كده يروح يتقصروا الدنيا يعني مش عارف يعني حضرتك شايف ان الاحداث هي اللي بتكبر على بالضبط يعني تتأجيل الانتخابات تتأجيل الانتخابات اللي هدلت تسوي اسمعين لما نرضي الناس اللي بالتحرير ونرضي بوثيقة واضحة واحد اتنين تلاتة اربعة طب انت مش شايف ان الانتخابات داية يمكن كانت اول خطوة احنا عايزينها عشان نوصل بقى الانتخابات باللمانية وبعد كي نمشي في الجدوية الزمن المحطوط انا معاك الحياة دي صح موجودة مطلوبة بس حضرتك الناس اللي طلعوا في التحرير شافوا ان العملية ان المجلس العسكري في البداية ما كانش واضح في الخريطة اللي حطها الخريطة ما كانش حاطت ان هو في 6-2012 كان بقول 2013 مارس 2013 طب اتا كده غيرت يعني الناس معناش ثقة لو فيه ثقة واحد اتنين تلاتة اربعة كان قادر المجلس العسكري ما كانش يحصل دي كله في التحرير يوم السبت لو طلع بيان طلع اعتزار من الشهيد من المشير اعتزار على اللي حصل وانا طلبتك واحد اتنين تلاتة هنفزها ان ما اطلع البيان امتو بيان زي بيانات الحصن مبارك معانا دلوقتي يا علي العربي عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل علي اهلا بك انا عايز اتقالك مبارح من المدان هنا شكلت حكومة واخترت البرادع رئيس ليها انت يعني شايف كان فيه اعتراضات على الموضوع دوت برده يعني انتو مش كلكم هنا اتفقتوا عليه انت اي رأيك في ده اولا ما فيش اعتراض داخل المدان كله سواء اسلاميين ربوليوريين اي حد على دكتور برادع اي مشاكل جوال ميدان حالا اول مرة فيه تنصيق قوي كده في الاراق اللي بتخرج بالجوال ميدان حتى الناس المستقلين الموجودين في الميدان كان باتخد رؤيهم عشان بدأنا هنشكل مجموعات منهم وفيه شخص ممثل ليهم عشان قبل كده كان الموضوع صعب معا تمام ايه بس اللي اعتراض بيبقى على ايه بالزبط بقى المستشارين لي او اللي هيبقوا معايا لا هو المشكلة احنا عندنا مثلا عشرين شخص كويسين كلنا ما فينا عشرين شخص يعني ما يبقى فيش حد بيقول مسلا انا عاوز احمد مسلا ايه طب بردي موافق عليه بس انا عحط ده معاك ما فيش اي مشاكل على ده بس يعني كان فيه بينكم مبارح وكنتم موافقين على حاجات واحدة يعني ما كانش فيه اختلافات اختلافات خالص جوال ميدان نهائي هو الاعداد كبيرة يعني الناس اللي احنا موافقين عليها كتيرة ما فيش حد قال حد وقلنا لأ بس ما فيش حد قال حد كل حد قال اسم قلنا نعم تمام كويس طيب النهاردة حصلت مقابلة ما بين المشير والسيد عمري موسى والمشير والدكتور البردج انت اي رايك في ده وتقريبا كا شايف ان ممكن يكون ايه النقاش اللي ضار بنا هو النقاش هو انا معرفش ايه اللي ضار بنهم بالزبط ولا في نتائج حصلت بس ده في نتيجة لنا احنا هنا طالما احنا موجودين هنا في ناس اتليح مش مؤسرين طالما ده بحصل طالما فيجي جنزوري اساسا يبقى احنا مؤسرين طالما اتقابل النهاردة مع دكتور باردعي وعمر موسى يبقى احنا مؤسرين فده اشارة طيبة لنا مش مش مفيش خلافة على كده انا اشك اللي هو حالا المجلس العسكري بحاول يشوف ايه الحاجات اللي هيبقى يعني اصلاحيات اللي ممكن يديها دكتور باردعي او عمر موسى او غيره اللي هتحفاظله واجهه بس بس ده كويس لين يعني انت طبعا تبعت الاحداث اللي حصلت الصبح قدام المجلس الوزراء طيب ايه تعليقك عن موضوع ده في بلادنا من يريد يقتل وعندما بس ثواني يعني هم قالوا ان ده مش عن عمد لان ده واحد بس وكان يعني كانت عبارة عن حادثة ده على حد قليني عبارة عن حادثة ما في 25 نايير قالوك انا مكانش عمد الناس اللي اتضربت غاز دي مكانش عمد انا عندي حالا الداخلية ماشوفني هاش من عام 25 نايير غيره هي بتحاجمني هنا عما اروح اعتصم وليه حق الاعتصام عندما اجلس الوزراء ويدوسني هو فيه حق ناش حاجد قدامه كبير ما تقوليش لو كان جاي بسرعة هو معدد طريق فاضربه لا الرجل ده كان معتصم طيب الفترة الجاية في انتخابات انت شايف هيبقى اي مادة تأثير الاحداث اللي بتحصل دلوقتي على انتخابات المقبلة دي هو احنا ما قلناش احنا نقطع على انتخابات بس انا عندي انتخابات مش انت اللي هتقطع بس الاحداث للاسف هتقصر ده سواء ردينا او هو هتأثر على انتخابات فيها فلول نازلين هتأثر على انتخابات مفيش امن في البلد فبتالي الحاكتين دولات هيأثر اكتر بكتر قوي من اللي احنا عاملينه هنا يعني التأثيري مش تأثيري على انتخابات انا شايف وجهة نظري الشخصية الانتخابات باطل طيب انتو اعترضتو على الدكتور كمالي الجنزوري وطلبتو ان انتو اختيار رئيس الوزراء يبقى انتو اللي تختاروا وانتو اللي تحددوا انتو عايزين مين دكتور عصام شرف كنتنتو اللي مختارينه وكان واخد شراعيته من الميدان انت اي رأيت فدا ومع ذلك رفضتوه بعد كده دكتور عصام شرف راجل كويس جدا انو مش معتعد على شخصه بس شخصيته او صلاحياته انا بعترض عليه كمنصب مش كشخص ومنصبه كان صلاحياته فيها قليلة جدا او مش قادر ياخد صلاحياته من مجلس العسكري يعني فيه صلاحياته ومش قادر ينفزن ده اعترض عليه احنا يعني اللي بنتطلعه من الميدان لازم يزبط كفاءة ويطلع مش كويس فاقول لي انا اخترته بقى غلط بقى طب وقال لي يضمنك ان انتو تختارون مرة جاية هيبقى مختلف او مش هيحصل نفس اللي حصل قبل كده حيلا احنا عبر نتكلم شرفش انا متكلم في الصلاحيات كاملة وفيه ناس كتير جدا ممكن تتحط مش دكتور بلدعي بس تعاوز الصلاحيات كاملة حكومة انقاذ وطني لها كافة الصلاحيات ده المطلب الاساسي مش مطلبي انا نازل اساسا عشان دكتور بلدعي او عشان اي شخص تاني لا بعد ما نتكلم في دي ويتوافق عليها فيه مين البديل ده السؤال دايما اللي بيحاولي على الجزنين مين البديل اكيدنا مصر بعتش فيها بديل خالص لا فيه كذا بديل تروحنا كذا حد والتوافق جاء دكتور بلدعي واريت تتنفزين طيب ايه اللي بتتمنى الفترة الجاية يعني اتمنى حكومة انقاذ وطني عشان مجلس رئاسي ده هيبقى مدوسع بجده مع المجلس العسكري عشان المجلس العسكري مش هيسيب ده او هيسيبي للشكل بسهولة حكومة انقاذ وطني تحقق لي امن في البلد امن يعني انتخابات شريفة مش في حد من الاخوة انا اقترح اللجان الشعبية هي اللي تمسك الانتخابات ودي تبقى مهزرة عشان الشخص اللي هيقف الانتخابات يأمنها مش محايد انا عاوز سين فهبقى في اللجنة قريب من اللجنة بتاعته هبدأ اعمل لجنة شعبية هبدأ ازور ليه وانا رفض التزوير الاساسي فالامن اللي بتحقق في البلد لو الحكومة الجاية حققت امن حققت مصدقية في عودها انا مش عاوز حد يقول لي انا هاعد ثلاث شهور واخليك الجنيه بتاعك بتمانية دولار انا عاوز حد يقول كلام واقعي ويحط قليات للتنفيذ مش عاوز كلام بس بس الفترة الجاية اكيد احسن كل ما انا عوز عسكر هيا بعد عننا كل ما انا بقى احسن معنا دلوقتي معايز عبد الكريم وعضو المكتب التنفيذي لاتلاف شباب الثور معايز احنا بيك ازاي اهلا بيك انت طبعا عرفت اللي حصل النهاردة الصبح قدام مجلس الوزراء ايه تعليقك على الحدث ده والله تعليق اول مرة الدخلية تعترف انها كانت بتقتل المتظاهرين عمدا والمرة دي قتلتهم عن غير عمد يعني يعني الاعتراف ده يجب ان يوثق اه امر طبعا خطة الاخلاء اللي هم بيعملوها لقدر اللهم عارفين ان المواطنين معتصمين داخل شارع مجلس الشعب اه يعني كان الاولى لهم انهم ما يغيروش الوردية في الاتجاه ده وكان فيه مناطق اخرى انهم يغيروا بيها الوردية كان الاولى لهم ان العربية بتاعت الدخلية كلها تتحرق بس يحفظوا الارواح لان ده هو ادى الاصل ان العربيات والامن اللي هم ما تعلموهوش صح انهم يحموا المواطنين مش انهم يقتلوا المواطنين لا عمدا ولا خطأا فطبعا يعني ده كمالة للجرائم اللي هم استمروا في عملها عدد قتلى تجاوز عن تجاوز 46 الى 51 فكله بيضاف لسجلات الداخلية علشان خاطر المحاكمة هتبقى مرة ان شاء الله قريبا طيب يا معايز انت ايه تعليقك على تكليف الدكتور جنزوري بتشكيل حكومة الانقاذ الوطني ايه رأيك في ده؟ والله هو دكتور الجنزوري كان ممكن يشكل حكومة على المعاش لكن احنا دلوقتي محتاجين حكومة بره الانعاش يعني واجب على دكتور الجنزوري ان هو يحافظ على تريقه يعني الوقف فيه وقت موقفش وقت لكن دلوقتي يجب على الدكتور الجنزوري ان هو يطلع للمجلس العسكري يقول لهم انا لم لن ولم اقف في مواجهة امام الشعب المصري الشعب المصري رافض الجنزوري الجنزوري رجل يعني مش هنتكلم على تاريخه لكن هو عمره حوالي 78 سنة اعتقد لو الجنزوري يستطيع ان يتحدث لمدة 10 ساعات يعني مش هيقدر يشتغل لمدة 16 ل 18 ساعة فاحنا محتاجين وزير شاب على الاقل خالص او رئيس الوزراء الشاب على الاقل خالص يكون عمره 60 سنة اقل اكتر من كده ما ينفعش اقل من كده ممكن 40 30 35 واعتقد ان مصر مليئة بالكفاءات ليه بندور على نفس وعاء مبارك عشان ناخد منه احنا غلطنا اول مرة في اختيار الدكتور شرف وما كانتش رجل هذين مرحلة لكن دلوقتي بنقول لا احنا لم نأخذ من وعاء مبارك احنا عايزين رجل ثوري عايزين رجل مرحلة عايزين تفويت كامل سياسي للوزارة عايزين استقلال للوزارة عن المجلس العسكري والمجلس العسكري يختص فقط بالشؤون العسكرية في حماية الدولة من الداخل والخارج اكتر من كده المجلس يتنحى واحنا لم ولن نختار المجلس العسكري وعندما عملنا استفتاء كان في شهر مارس كان على تغيير مجموعة من مواد الدستور ولكن ابدا مش على اختيار المجلس العسكري في ادارة البلاد والمرحلة اللي احنا بنتحدث فيها المجلس فشل 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 تام في ادارة المرحلة الانتقالية لمدة عشر شهور نجح في انتاج نظام مبارك بدون مبارك في انتاج حكومة مبارك بدون مبارك في انتاج النظام الامني اللي استطاع ان هو يقتل حوالي 46 مواطن ويسيب حوالي 5000 مواطن فهو نجح في ان هو يكمل نظام مبارك اسفين النظام ده لا يمثل الثورة المصرية ولا يمثل شباب الثورة ولا شعب الثورة الشعب ده قام عشان الكرامة لو المجلس العسكري لم يرضخ لارادة الشعب سيكون هناك ثورات تصحيح نحن نخشى على المجلس العسكري ان يحدث فيه كما حدث في ليبيا وفي دول اخرى ما حدش بيقف قدام الشعوب وينتصر يجب على الشعب ويجب على الجيش ان يرضخ لارادة الشعب الشعب هو مصدر السلطات مش الجيش الجيش بيحمي الشرعية الدستورية وبيحمي الشعب مش بيحمي افراد يمسكوا كراسي طيب ونازمة يا معز انك بتتكلم عن الشعب كله مبارك كان فيه تظاهرة حشدة جدا في مدان العباسية وكان رأيهم مخالف تماما لرأي التحرير ودول برضو اكيد بيمثله فيها من الشعب وجزء من الشعب فانت ايه رأيك في ده؟ والله يعني ردا على موضوع التظاهرات المنوئة انا اعتقد يعني انا مش من حق ان انا اعرض الامر واو دين افراد ولكن علشان نتحدث بحيادية تم هناك محافظات مصر خرجت حوالي 12 مظاهرة على مستوى محافظات مصر كلها مع المقابل كان فيه برضو مظاهرات مؤيدة المجلس العسكري؟ لا لا كان فيه مظاهرة واحدة التي تؤيد المجلس العسكري وكانت في ميدان صغير يدعى ميدان العباسية وفي المقابل خرج 16 مظاهرة في محافظات مصر من اول اسكندرية حتى اسوان خرج من قطاع السعيد اسيوتوس وهاج والمينيا خرج الفيوم خرج السويس خرجت اسكندرية فاعتقد يعني نظام حجد الشعب احنا تعودنا من المجلس العسكري في فشل وفي المرحلة السابقة على حجد اطياف المجتمع ضد بعضها كما جايش المجلس العسكري طبقات المجتمع على المعلمين لما جئهم يعتصموا وعلى العمان لما جئهم يعتصموا وغيرهم وبدأ يجرم الامر هو دلوقتي المجلس العسكري بينشئ يعني ممكن نقول عليها حرب او بيشعر حرب اهلية من الشعب المصري الشعب المصري شعب واعي كلنا نعاني من نفس هذا كلنا نعاني من محاكمات عسكرية من عدم شعور بتغيير في الواقع المصري كلنا نعاني من استبداد المجلس العسكري في ادارة البلاد وعدم قبول الانتقادات الرمزية اعتقد ان الوضع اللي احنا بنتكلم فيه كل المصريين شفوه يعني هنحشد ضباط جيش هنحشد ضباط شرطة هنحشد مجموعة البلتجية يقيدوا المجلس العسكري في الاخر نحن نؤيد جيش مصري في حماية مصر واصبح يعني ظاهر للمجتمع كله ايه رأيك يا معاس في تشكيل حكومة برئاسة البردعي زي ما اختار المدان هنا موضوع تشكيل حكومة بقيادة البردعي طبعا الفكرة داخل المدان هنا تشكيل حكومة وحكومة انقاذ وطني بصلاحيات سياسية كاملة يكون فيها البردعي ويكون فيها الدكتور عبنعم الفتوح ويكون فيها حمدين صباحي اكثر من واحد اعتقد ان فكرة زي كده هي فكرة حقيقية لانقاذ الوطن من المأذق اللي احنا داخلين فيه يعني اعتقد المجلس العسكري لو تعلم من استاذ العسكرية المصرية اللواء محمد نجيب ان يتنحى عن السلطة ويترك السياسة لأهل السياسة ويترك السياسة للشعب ويرجع بجيش مصر العظيم الى سكناته العسكرية اعتقد هو ده الحل والحل نتيج حكومة انقاذ وطني تنتشل البلد في اربع شهور يتم اجراء انتخابات الرئاسة دون النظر لدستور ولا انتخابات البرلمان على حسب الاولويات اولوية الامن حصر المواطنين قانون انتخابات هي ده اولوية الاربع شهور القادمين للعبور بالمرحلة دي لبر الامن معنا دلوقتي مجموعة من الشباب اللي عاملين مبادرة هنا في الميدان هم لابسين طربيش يعني كانوا من التسكرة بزمان والمصريين والقد ايه كان فيه تكاتف ما بيننا مساء الخير قولي بقى اكلمني عن اللي انتوا عاملينه ده وان اللي بتحاولوا توصلوه من خلال الكلام ده اه والله احنا كنا من اول اسبوع واحنا كنا بننزل هنا شاركنا في الاحداث اللي حصلت في البداية بعد كنا ما بقى مفيش ضرب ومفيش اصابات يعني الدنيا هيدت شوية فجات لنا فكرة تانية هنشارك برضو بس حاسينا ان فيه ناس بتخون الناس اللي في الميدان سمعت الميدان بقت وحشة شوية الناس بتخوننا والناس فيه اختلافات فيه احزاب نص بيقولوا احزاب نص بكذا احنا حبنا نقول يا جماعة حتى لو فيه اختلافات بس احنا برضو كلنا مع بعض لسه عايزين تكاتف عايزين تضحية فاهم حاجات في أقداننا كلنا هيا مسألة الروح الوطنية فعلا مسألة ان كل واحد لازم نبقى وطني احنا نفسي حس ان فيه حد وطني هو مش عايز يخدم اسمه هو عايز يخدم فعلا للوطن تبعم؟ فلقينا ان موضوع الوطنية ده كان فيه زمان احرار والوطنيين زي كانوا بيطلعوا في أفلام كتير فكانوا دايماً بيربوز لهم كانت لهم لابسين طربوش ده كان شكلهم شوية يعني فإحنا عبرنا عن ده بمسألة الطربوش لكن إحنا أولا بنتاريع على وزارة معينة أولا بنتكلم عن رأي سياسي كل واحد إحنا نفسنا مختلفين فأراءنا مفيش مشكلة خالص لكن إحنا الطربوش ده ده بيرمز للوطنية فقط للروح الوطنية بصرف النظر عن أراءنا السياسية ما نختلفش ونبقى كلنا مع بعض نبقى مع بعض تاني حتى لو كلنا مختلفين مفيش مشكلة خالص بس ما نخونش بعض بقى ونلاقي الاخترافات دي كلها مش موجودة ليه ملوش لازمة خالص مساء الخير أنت ليك رأي سياسي يعني بس أنت ما بتعبرش عنه من خلال الموادرة اللي أنتو بتعملوها ديت إحنا ما نعبرش عن أي رأي سياسي إحنا بس كل واحد بيشير رأي سياسي بس عايزين نفكر الناس إن في روح وطنية مهما كنت مختلف مع الجنبك بس مهم أن أنت الروح الوطنية والوحدة الوطنية هي أهم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة